موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء جديد وحلقة جديدة من ممكن فات تقريبا يوم بعد 15 دقيقة هيبقى فات يوم من 4 سنين وفات يوم من المئة يوم على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من النهاردة تم تتشين منصب الرئيس رسميا للدكتور محمد مرسي رئيس البلاد ومن اليوم الأول يبتدي العداد يعد والحسابة بتحسب ونبتدي نمارس عملنا كرقباء على عمل مؤسسات الدولة بما فيها الرئيس ده دورنا في المرحلة القادمة الدفع والتشجيع وتحريد الناس على العمل ومتابعة عمل الرئيس أيضا وتقييمه فإذا أصاب حنقول له أصبت وإذا أخطأ حنقول له أخطأت النهاردة كان عنده جولة مكوكية صعبة في اليوم الأول لأداء اليمين الدستورية النهاردة الرئيس محمد مرسي توجه إلى المحكمة الدستورية لأداء اليمين إحنا كان عندنا نفس اللابس اللي حصل أو نفس المشكلة اللي حصلت إحنا اتبلغنا أن الخطاب أنه هيؤدي اليمين الساعة 11 وأنه إحنا حنزيع الساعة 12 وقالوا لنا حنزيع لأنه حيروح التلفزيون المصري إحنا واخدينه كاميرا التلفزيون هي الوحيدة المسموح لها فحنزيع لما يروح التلفزيون المصري ويبعثوا لنا الفيد ناخده ونزيع ثم عرفنا بعد ذلك أنه كان هناك مشكلة المشكلة أن السيد الرئيس كان شايف أن اليمين يجب أن يسجل وقال أنا مش عايزه يتزاع على الهواء مباشرة ثلاثة من أعضاء الهيئة العليا للمحكمة الدستورية اعترضوا قالوا لا هذا إخلال اليمين الدستورية دي فيه علنية المحكمة أداءها علني يجب أن يكون على الهواء مباشرة وزي ما قالت السيدة المستشارة هاني الجبالي هي كانت من المعترضين قالت له مش معقول العالم كله يشوفه كنت بتؤدي اليمين في الميدان ولما تبقى في المحكمة الدستورية ما يزعش اليمين على الهواء مباشرة لكل الشعب الرئيس تمسك برأيهم تمسكوا برأيهم الثلاثة قالوا لن نشارك مش هنحضر اليمين وبعد حوار طويل مع الرئيس محمد مرسي استجاب لهم وقرر أن يؤدي اليمين على الهواء مباشرة في اللحظة اللي أزعناها على حضرتكم هذه كانت أول واحدة الثانية توجه إلى جامعة القاهرة التقى بأعضاء مجلسات الشعب والشورى ونخب ومثقفين ورجال أعمال وإن كان بعض الشخصيات بعطولي النهاردة قالوا لي لم توجه إلينا الدعوة مندهشين الدعوة ناس كتير قوي يعني الدكتور مصطفى النجار ما ادعاش الدكتور عمر الشبكي ما ادعاش ما حدش وجه له الدعوة أتمنى أن تكون المسألة سهوة لأن كانت رموز ونخب كثيرة جدا موجودة كان فيه ناس من عامة الشعب كان فيه بعض طلاب الجامعة وألقى الرئيس محمد مرسي خطابا هاما كان فيه حاجات واضحة وحاجات أثارت لبسا حتى الآن قاعد أسمع من الصبح وأقرأ تفسيرات هل حديثه عن حل عن مجلس الشعب القادم أم أنه حديثه عن عودة مجلس الشعب المقضي ببطلانه من المحكمة الدستورية أنا غلط الصبح بناء على اللي أنا شايفه على الشاشة وزملائي محدش قال لي أنا تمنيت أن يكون الدكتور محمد بديع المرشد العام موجودا في هذا اليوم وقلت أن الدكتور مرسي وهو يشير إلى أنه رئيس لكل المصريين الطبيعي أن يكون المرشد موجود مواطنا مصريا وشخصيا عاما تمنيت أن يكون موجود هو في الحقيقة كان موجود مع العالم الكبير دكتور يوسف القرداوي طبيعي للدكتور يوسف القرداوي اللي بنتقدم له بخلص العزاء لوفاة زوجته وأم زميلنا العزيز عبد الرحمن يوسف وهيكون العزاء غدا إن شاء الله في مسجد الحامدية الشازلية وكان معهم أيضا السيد مهدي عاكف المرشد العام السابق في حضر بعد كده راح السيد محمد مرسي إلى الهيكستيب حيث احتفلت به القوات المسلحة القوات المسلحة عملت احتفال كبير وهو قال كلمة بديعة كلمة كنا الصبح بنتكلم في فكرة أن القوات المسلحة والجيش المصري محتاج رسائل عديدة من الرئيس المصري احنا ملناش غير الجيش ولا نجرؤ على أن نمس الجيش المصري الجيش المصري جيش مصر العظيم خيروا أجناد الأرض إذا كان هناك بعض الانتقادات على أداء وممارسات سياسية تجوز البعض وأخطاء البعض من جنود في ميدان مش ميدانهم خالص ده ما يمسش للحظة قواتنا المسلحة وقلنا أن هناك جروح في الصدور يجب أن يطمئنه كلمة الدكتور مرسي كانت للقوات المسلحة النهاردة ردا على الاستقبال الحافل أيضا ردا على الوفاء بالعهد وتسليم السلطة وقبول وتسلم السلطة النهاردة من المجلس الأعلى كان شيء رائع حصل حدوتة على عالم مصر قالك يعني إيه طلعه عالم مقطوع وبدأ الناس على الفيسبوك وعلى تويتر يقولك إزاي بيستقبله رئيس بعالم زي ده دي مقصودة ودي أهانة لأن احنا بقى كل شيء عندنا في شك كل شيء في مؤمرة في مخطط وهما الناس سامنا على العسل وإحنا قاعدين نقول عايزين نفهم إيه اللي بيحصل وفي حاجة بتحصل من جوة وحاجة بتحصل من برة ويبدو أن هما فاهمين هما بيعملوا إيه مع بعض وإن كان من حقنا نحن نفهم هذا العالم هو أول علم رفع في سيناء ده علم مصر من سنة 73 في حرب أكتوبر المجيدة هذا العالم الذي رفع في سيناء نوع من التكريم القوات المسلحة محتفظة به ففي وجود الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة جايبينه العالم رمز النصر رمز الذهو رمز العزة فالنية ما كانتش سيئة والنية كانت إيجابية جدا ما كانوش هيغلبوا يجيبوا علم خالص النهاردة عجبني التقرير اللي اتعمل منذ تولى المجلس العسكري إدارة البلاد كان فيه رصد طبعا هم تجنبوا الحاجات التي تثير انتقاد أو الأخطاء التي مرت لأن حجم الإنجاز اللي عاملينه في أزمات كبيرة جدا عدت على مصر ضخم وهائل واللي بينتقد المجلس العسكري وهذا حقه يتذكر أن كل القوى على الأرض أخطأت القوى الثورية أخطأت القوى الفلولية أخطأت الأحزاب أخطأت النخب أخطأت الإخوان أخطأوا مين ما أخطأش في هذه المرحلة منذ تنحي أو تخلي الرئيس السابق محمد حسن المبارك وحتى الآن كله أخطأ وكله كل واحد له أخطاء ولو حسنات مع قواتنا المسلحة خلونا نشوف الحسنة ما بين يدي القانون وما يخضع للقانون أنا لا أتحدث فيه أنا بتحدث في نظرة عامة في لغة عامة تجاه الجيش المصري لازم ناخد بالنا أن في الفترة الأخيرة بقى الكلام خلط ما بين المجلس والجيش بشكل يجرح مشاعر كبرياء القوات المسلحة المصرية التي يجب أن نحافظ عليها ده كان جدول الرئيس في يوم الرئيس من بكرة يجب أن يأخذ قارات الرئيس عنده ملفات عنده ملف التشكيل الوزاري عنده ملف مهم جدا تعيين النواب والمستشارين له أو المجلس الرئاسي أو من يعمل مع الرئيس في المرحلة القادمة عشان ما يفضلش في فواهة المدفع احنا عايزين رئيس حكم بين السلطات رئيس صانع خطط واضع رؤى متابع لكل الجهات عنده حكومة بتشتغل بيتابع هذه الحكومة عنده مؤسسات بيشوف هذه المؤسسات صوت الناس وصله بأجهزة الدولة مش بالوصول لحد باب الرئيس قد يكون هناك لقاءات شعبية للرئيس على فترات متفوتة لكن من يعتقد أن باب الرئيس بالمعنى الرمزي أو المعناوي أو الودود اللي هو بيقوله يبقى واهم لأن الرئيس عنده ملفات كتير جدا رئيس مصر عنده ملفات كتير جدا مش حيفيق منها فو احنا محتاجين نلحق نفسنا علشان اللي جاي صعب فعايزين نعديه على خير خلينا أقولكو بعض الأخبار بسرعة بس قبل ما أقول الأخبار سؤالنا النهاردة على الفيسبوك خطابات الرئيس محمد مرسي اليوم خضراتكم شايفينها ازاي زادت من شعبيته ولا قللت من شعبيته ولا شعبيته زي ما هي ما أثرتش إلى فرقت ولا نزلت لغاية دلوقت السبعين في المية بيقولوا أنه زادت من شعبيته عشرة في المية بيقولوا أنها قللت من شعبيته عشرين في المية بيقولوا كما هي هنتابع معاكو بعضولنا أيزا عرف رد فاعل خطاباته الثلاثة النهاردة اللي كانت كل كلمة منهم بنبرات مختلفة ورسائل مختلفة فرسائله في المحكمة الدستورية كانت للمحكمة الدستورية والقضاء كلمته في مجلس الشعب في جامعة القاهرة كانت ضوابط عن السياسة الخارجية وعن الفكر العروبي وعن الشرعية شرعية الانتخاب وعن عودة الجيش إلى تكناته وقيامه بمهام العظيمة خطابه الثالث كان تقدير شديد لقواتنا المسلحة في كل خطاب كان هناك رسائل وكان هناك أداء مختلف وكان هناك معاني مختلفة حضراتكم شايفين ده إزاي طيب النهاردة قال لما تسلم السلطة أتقبل نقل السلطة من المشير حسين تنطوى إخواني بالمجلس الأعلى بقياداتي وجنوده وضباطه وطبعا كان حريص على صف الزباط أو ضباط الصف عشان ما يبقاش نسى حد لأنه هو حريص على أن ينال محبة الجميع أتقبل هذه المسئولية لأصبح مسئولا عنهم كما أني مسئول عن الشعب المصري وقال كمان أقدر التحية العسكرية التي قدمها قيادات المجلس العسكري حيوه عسكريا كده اللي كان بيطالب بها الناس المجلس ووزير الدفاع ورئيس أركانو صفه هذه هي الدولة المصرية الدولة المصرية لها رئيس الدول التحية هو القائد الأعلى لقوات المسلحة الناس فرحت بيهم لأن ده التسليم الحقيقي للسلطة والاعتراف بشرعية الرئيس الجديد وقال أقدر التحية العسكرية التي قدمها قيادات المجلس العسكري والتي أثبتت أن المصريين على قلب رجل واحد وكنت أتمنى لو كانت الأعراف العسكرية تسمح لي برد التحية ولكني أردها بقلبي وعقلي طلبت الأداب والحقوق طبعا النهاردة كانوا زعلانين قوي وقعدوا يهتفوا امتحان يتلغي ليه هو مبارك ولا إيه عشان كده كان الدكتور مرسي حريص في كلمته أن يعتزل لطلاب الحقوق والأداب اللي اتأجل امتحانهم النهاردة صباح اليوم بسبب الزيارة الإجراءات بتبقى شوية الأجهزة ألقانة وخايفة لأن دي تعمل فتنة حياة الرئيس ده رئيس مصر حياة الرئيس يجب أن تكون مصانة ومحفوظة من أجهزة الأمن لأقصى حد إيه له؟ طبعا هو جامعة القاهرة طلبنا وأبنائنا كلهم يشرفهم فيش حاجة تقلق ولكن هو إجراء احترازي بدء التحقيق في التهام مبارك بالاستلاء على أموال الزلازل طبعا احنا عندنا مجموعة من المعلومات في هذه القضية ملغبطة جدا أرقام تثير الشك والريبة في مجموعة من المستندات بتفحصها نيابة الأموال العامة المستندات دي قدمها مسؤوله البنك المركزي ده كان الأستاذ عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي المحاسبات السابق قال أن الرئيس السابق محمد حسن مبارك لدي حسابات سرياف البنوك المصرية بقى أكثر من خمسة وخمسين مليار جنيه النيابة استمعت إلى أقوال مساعد المحافظة البنك المركزي وقال أن الحسابات السرية المبارك أو الحسابات انشأت سنة خمسة وتمانين وتم استصمار المبلغ بتاع الزلازل كانت مصر بتتلقى تبرعات كبيرة من بعض الدول العربية قال أنها وصلت حتى الآن إلى تسعة ونصف مليار دولار مبلغ كويس حيفوك أزمة وحيساعد مازال في بعض الاعتصام في مدينة نصر عند المنصة حصل اشتباك النهاردة ما بين بعض المرة بالسيارات وبعض الواقفين الواقفين بعضهم بينتموا للفريق أحمد شفي بيحبوز علانين رفضين الرئيس محمد مرسي أيضا لهم مطالب أخرى بمدنية الدولة بعدم سيطار الطيار أو اتجاه مجموعة من المطالب لابد أن نتفهم أن احنا شعب نتكلم عن الحرية من حق كل إنسان في مدينة نصر في العباسية في مدان التحرير القعدة واحدة بشرط ونتمنى ألا يعرض ذلك المواطنين لتعطيل أو أزة الناس النهاردة ناس حاولوا يقطعوا الطريق المعتصمين رفضوا قطع الطريق تماما وشافوا أن هذا السلوك لا يليق وهذا هو التصرف الصواب وقفين على جانبي الطريق ويعبر عن قراءهم يقولوا اللي هم عايزينه ويعبر عن قراءهم كما يشاءون طيب قبل ما سيبكم مع هذا التقرير عن الاعتصام وتنظيف مدان التحرير ونتلع فاصل حرجع على حضراتكم أقول لكم احنا عندنا إنه نهاردة أنا نهاردة بقى أناقش قضية البرومو لما نزل عنها بعض النجومنا وفناننا زعلوا وعتبوا وقال لك لأ احنا مش خايفين من حد احنا مش خايفين من الإخوان احنا الفن محدش يقدر يقرب له الإبداع محدش هيقدر يقرب له احنا نستطيع أن نحمي فننا ونعبر عن نفسنا احنا مش محتاجين ضمانات من حد وانا مش عامل للحلقة على دي قبل مش عامل حلقة لأننا خايف لأننا أنا في الإعلام انا مش خايف وأقدر جدا حد يجي يقول لي انت خايف انت بتبص للإخوان انت حتراعي الإخوان هيعملولي إيه الإخوان ولا أي حد في الدنيا إيه ما ماذا يملكون لا بأبض منهم ولا بشتغل عندهم ولا حشتغل عندهم ولا حد يملك لحد حاجة رئيس بلدي له كل التحية وزي ما قلنا يخطئ ويصيب وفي الحالتين هنتكلم ونقول نحن نناقش الفن الإبداع المصري الرئيس محمد مرسي في خطابه الأول غفل عن ذكر الفن والإبداع وحريات التعبير ثم عاد وصحح هذا الخطأ وركز عليه حتى في ميدان التحرير بإسرار وأشعر إليه النهاردة أيضا إحنا مع فنانين ومبدعين ونقاط محترمين معايا النهاردة المطرب الجميل صاحب الإنسان وصاحب الحلم حمزة نامرة ومعايا أيضا المخرج المبدع العريس اللي يجب أن يفرح محمد دياب صاحب فيلم الكاتب والمخرج ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية يا جماعة يدعونا للفخر في فرنسا الفيلم في كام مية واحد وتمانين دار عرض فرنسية الفيلم كلمت عنه وزيرة العدل الفرنسية وقالت إن الفيلم ده هدية لكل النساء الفيلم مشرف مصر ورفع راية مصر السينما المصرية موجودة في سينما في قلب فرنسا أنا عايز أعرف نتكلم في أفاق الفن في المرحلة القادمة بنحلم بإيه المطرب والموسيقي الكاتب الناقد الكبير الأستسرق الشناوي رؤيته وهو من الناس اللي عندهم خط واضح وعنده رؤية لمعنى الإبداع وحمايته أنا هنتكلم في ده وأنا عارف إن المبدع الحقيقي ما بيقلاش من أي حاجة تتغير الظروف تتغير أنظمة الفن باقي وقلولي وافتكروا العقاد باقي وطاعة حسين باقي وحسان عبدالقدوس باقي وفيدريس باقي والمزن باقي وحنعد أسماء كتير باقي هاعد عد معاكو لكن فيه فيه أسماء ورموز سياسية ورؤساء بيقعوا وبيتنسوا ولا حد بيفتكروا لكن تقرأ رواية عايشة لغاية دلوقتي وتتفرج على فيلم بجد لغاية دلوقتي وتقرأ قصيدة شعر لغاية دلوقتي فالإبداع هو روح هذه الأمة خلونا نروح نشوف هذا التقرير في ميدان التحرير ثم نعود إليكم مرة أخرى الشعب يريد تنظيف الميدان شعار رفعه المصريون منذ عام ونصف عقب الثورة والآن نحتاج إلى عودته وأحيائه من جديد بعدما تبدلت حال الميدان ولم تعد صورته كالتي اعتدنا عليها من قبل ده واجب علينا احنا احنا زي منزلنا واعتصامنا هنا احنا اللي عملنا كده حاجات دي بس خاص من عنا يعني تشايف حضرتك الناس بتنام ازاي والخيام معمولة ازاي كل واحد نظف المكان بتعوز زي ما حضرتك شايفة كده لمنى الزبالة حطانا هنا حتى واحد النهاردة نزل متطوع واحد متطوع نزل نظف البلعات من غير أجل تمام طب احنا بنسأل هي فين البلدية علشان خطت تشيل الزبالة لا الحقي نظفه بدل مرة ألف الناس غير بتوزخه احنا اللي مسؤولين نظفه لان احنا اللي نوزخناه مش أكتر من كده احنا اللي نوزخناه بس احنا نظفه بعد ما الناس تبش ما ينفعش يتنظفه بعد كده يتوسخ تاني ما ينفعش كل المرات اللي بينزلوا فيها الصوار لامدان التحرير بعد ما بيغادروا مدان التحرير بينظفه المكان وبيسيبه المكان أنظف مكان عليه لو كل واحد يتعاون من الناس اللي شغالها في المدان نزرع شجرة نعمل أي حاجة نبيض حوائط نشيل الحاجات اللي موجودة في المدان هو في مكان لزرع مع الناس حط الخام في وسط المدان نشيل مكان اللي زرع زرع يختف هيبقى نضيف منين حضرتك اللي بيأكل حاجة بينه معلوبة كونش بينه معلوبة كنز هيبقى نضيف منين حضرتك مسئولية الحي مع مسئولية بردك الناس الموجودة لازم الاتنين يخاف على نظافة المدان عشان يعتبر ده يعني المدان دوت بالنسبة للعالم كله يعني أشهر مدان في العالم معنا اننا نحن لكتم نعمل باش مباطع بس طب لا لازم موضع ينظف مسئولية مشتركة تقع على المواطنين بجانب المسئولين حتى يعود ميدان التحرير إلى أبهى صوره بغض النظر عن وجودي معتصمين به من عدمه ألاء جويش ممكن اشتركوا في القناة